موسيقى بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله إخواني أخواتي أينما كنتم السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب وبعد نواصل معكم إن شاء الله تعالى بما يتقدر من التيسير وما يتيسر من التقدير وما توفيقنا إلا بالله العلي القدير ما ذكره إمامنا مالك رحمه الله تعالى وما دونه في هذا الموطأ مع باب آخر من هذه الأبواب المتعلقة بالزكاة باب ما جاء في أخذ الصدقات والتشديد فيها مقصود إمامنا مالك بهذه الترجمة أو هذا العنوان أنه لا بد من أخذ الزكاة يعني لا بد على ولاة الأمر لا بد على السلطان أن يأخذ الزكاة ولو بالقوة من أصحاب الأموال لأن هذه مصلحة عامة والأئمة وأولاة الأمور إنما جعلوا لرعاية المصالح رعاية المصالح العامة للمسلمين وذكر في هذا الباب عن أنه بلغه هذا من بلغات إمامنا مالك ذكر في الموطأ عدة بلغات يقول بلغني وهذه البلغات كلها موصولة من طرق أخرى إلا أربع ولكن الإمام من الصلاح وصلها كذلك يقول بلغه أن أبا بكر الصديق الخليفة الأول من خلافاء المسلمين بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه في الغار وصاحب المناقب وهو أفضل هذه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال لو منعوني عقالا لو منعوني عقالا لجاهدتهم عليه هكذا جاء في الموطأ بلاغا وورد هذا مرفوعا من حديث أبي هريرة في الصحيحين أن عمر رضي الله عنه قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أبا بكر وكفر من كفر من العرب قال أبا بكر لا أقاتلن من منع الزكاة فقال عمر رضي الله عنه منكرا عليه كيف تقاتل من يقول لا إله إلى الله وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله عصم مني ما له ودمه إلا بحقها فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة والله لو منعوني عقالا وفي رواية عناقا والعناق هو صغار المعز والعقال هو ما يربط به البعير وهذا يعني معناها كناية عن شدته في أخذ الزكاة ومحاربة المانعين لها والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليها وهكذا تفق العلماء على جواز مقاتلة المانعين للزكاة ولذلك قال الإمام مالك رحمه الله في الموطأ والأمر عندنا أنه على ولاة الأمر أن يأخذوا الصدقات ولو بأن يحاربوا هؤلاء المانعين نعم وهذا من محاسن الشرع الإسلامي لم يعرف تنظيم أو قانون أو دين أو شرع من الشرائع قام بهذا العمل من أجل الفقراء من أجل هذه الطبقة الهشة في المجتمع إن الإسلام احترم وأعطى قيمة كبيرة لهؤلاء حتى ولو أدى لأجل أن يعطيهم حقوقهم لو أدى ذلك إلى المقاتلة نعم فهذا من محاسن الإسلامي لشك كانت الأمم السابقة ربما تحسن وفي بعض الشرائع وفي بعض القوانين يعني يمكن أن تجد هناك من يدعو إلى الإحسان إلى الفقراء وإلى السن القواني من أجل ذلك ولكنه لم يصل إلى ما وصل إليه الشرع الإسلامي من هذا المستوى الرفيع في إعطاء الفقير هذه الوضعية الممتازة في المجتمع وذكر أيضا إمامنا مالك رحمه الله تعالى عن زيد بن أسلم وقد ذكرنا ترجمته في حصص سابقة وهو من شيوخ إمامنا مالك وأبوه أسلم هو مولا لعمر رضي الله عنه أنه قال شرب عمر بن الخطاب رضي الله عنه لبنا فأعجبه فسأل الذي سقاه من أين هذا اللبن فأخبره أنه ورد على ماء قد سماه يعني ماء فيه مكان العرب تسمي الأماكن بالماء يقال ماء بني فلان وماء بني فلان قد سماه فإذا نعم من نعم الصدقة يعني الإبل هذه الإبل كانت تشرب في ذلك المكان وهم يسقون فحلبوا من ألبانها يعني حلب هؤلاء الرعاة من ألبان تلك الإبل وأعطوها هذا الرجل الذي جاء به إلى عمر وسقاه إياه قال فجعلته في سقائي فهو هذا فأدخل عمر رضي الله عنه يدأه فاستقاه يعني استقاه بمعنى أخرجه من جوفه بالقي وهذه لا شك منقبة عظيمة لأمير المؤمنين عمر رضي الله عنه يعني في ورعه وخوفه وحرصه على أموال المسلمين وحرصه على المال العام ومنه الصدقات ومنه الصدقات ولذلك ذكر الإمام مالك هذا في هذه الترجمة التشديد في أخذ الصدقة يعني فكما يجب على ولاة الأمر في شرعا في جمع الزكاة أيضا يجب عليهم المحافظة عليها وعدم التعرض لها هذا أيضا من باب التشديد في أمر الزكاة واجب على ولاة الأمور أن يحافظوا على مال المسلمين ومنه الزكاة فاستقى عمر رضي الله عنه وهذا من باب الورع والخوف من الله سبحانه وتعالى والورع منزلة عظيمة يبلغها الصالحون من عباد الله سبحانه وتعالى وهو أعظم من التقوى والخوف الورع هو أن يترك الإنسان ما يشتبه عليه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك حتى يطمئن قلبك فيترك كل ما يشتبه عليه اتقاء لدينه كما قال عليه الصلاة والسلام من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه وكان الصحابة وعلى رأسهم الخلفاء الراشدون ومنهم سيد عمر بالخطاب رضي الله عنه من أئمة الورع والزهد والتقوى والخوف من الله سبحانه وتعالى وإنما استقاء هذا اللبن لأنه علم أن هذا الشخص ليس من من يجوز لهم الصدقة يعني إما أن يكون غنيا مثلا أو مملوكا لا يجوز دفع الصدقة إليه فلذلك استقع عمر أما لو كان هذا الذي أهداه اللبن ممن تحل لهم الصدقة فلا بأس جائز كما مر معنا في الحلقة السابقة أنه ممن تحل لهم الصدقة رجل فقير تصدق عليه فأهدى ذلك الفقير إلى جاره المسكين فيجوز لهذا المهدى إليه ولو كان غنيا أن يأخذها وهذا كما قلنا خرج مخرج الغالب يجوز أن يهدي للجار لغيره من المسلمين نعم فعمر رضي الله عنه علم أن هذا الرجل لا يحل له الصدقة فلذلك يعني استقاءها اتقاءا وورعا وخوفا من الله سبحانه وتعالى وذكر أيضا إمامنا مالك رحمه الله وتعالى في هذا الباب قال الأمر عندنا أن كل من منع فريضة من فرائد الله فلم يستطع المسلمون أخذها كان حقا عليهم جهاده حتى يأخذوها منه وقال أيضا بلغه أن عاملا لعمر ابن عبد العزيز وهو أيضا من الخلفاء الرشدين في دولة بن أمية عمر رضي الله عنه عمر بن عبد العزيز كتب إليه أن عاملا من العمال يعني والي من الولاة الذين كانوا على الأمصار الذين ولاهم عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه قال كتب إليه كتابا رسالة يعني يذكر أن رجلا يعني من المسلمين منع الزكاة منع زكاة ماله فكتب إليه عمر بن عبد العزيز أن دعه ولا تأخذ منه زكاة مع المسلمين وهذا شيء عجيب يعني كيف يعني يقول له ذلك والمفروض يعني أن يأخذه منه بالقوة لكن لماذا تصرف عمر ابن عبد العزيز هذا التصرف وأمر عامله أن يترك هذا الممتنع ونفسه ولا يأخذ منه زكاة العلماء ذكروا في هذا عدة تفسيرات منها أولا أن هذا من باب الحيل الشرعية التي يجوز للمسلم اللجوء إليها أحيانا لدفع مفسدة وجلب مصلحة فعمر من عبد العزيز ربما علم أن هذا الرجل عندما يمنع أو عندما يمنع من إخراج زكاته مع المسلمين ربما يصيبه الحرج الشديد كيف يرى كيف يرى المسلمين جميعا يخرجون زكاتهم وهو لا يخرج فهذا يحز في نفسه ويدفعه إلى أن يخرجها بعد ذلك وربما كما قال بعض العلماء لأنه كان يعلم بأن هذا الرجل كان يخرجها بنفسه ويتولى إخراجها بنفسه فتركه كذلك هذا التفسير الثاني قال هذا بعض العلماء يعني يجوز للمسلم أن يتصرف في مال زكاته إذا لم يكن هناك يعني جهاز يقوم بجمع الزكاة كما هو حالنا وواقعنا اليوم فيتولى المسلم توزيعها بنفسه نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم في الدين وأن يعلمنا ما ينفعنا في الدارين وإلى لقاء آخر استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة